راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا اهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنغا الفائزة في برنامجنا اليوم الثلاثة تزعة من شهر ثمانية سنة الفين اثنين وعشرين اجتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار لعناوينها لجنة اطباء السودان المركزية تعلن عن اصابة 23 شخص في مظاهرات يومي السابت والاحت بالخرطوم الاجهزة الامنية تستخدم العنف المفرد في مواجهة المتظاهرين وتعتقل عدد سبعة اشخاص في موكب يوم الاحد بالخرطوم بحري بينهم ثلاثة اطفال خصر الاجهزة الامنية بمدينة كسلة بشرق السودان تعتقل المحامي حزيف عمر من داخل قاعات المحكمة بالمدينة ومحاموه الطوارئ يتهمون السلطات بتلفيق تهم ضد الناشطين النائب الاول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو يشيد بتعاول رئيس دولة التشهد ويبدي انزعاجه من تصريحات ناطق باسم القوات المشتركة التشهدية والان الى تفاصيل النشرة من راديو دابانغا يجراها لكم الصادق مصطفى زكريا موسيقى اعلنت لجنة اطباء السودان المركزية ان اصابة سبعة اشخاص في مظاهرات الاحد في امدرومان وقالت لجنة الاطباء السودانية في تقرير طبي ان من بين الاصابات السبعة حالة واحدة بالقنبلة الصوتية وحالتين بالاقتناق بالغاز المسيل للدماء واربع حالات بسبب الرشق باجسام صليبة نتيجة انهى جروح اغلبها في الرأس واشار التغير الى وجود اصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الاسعافة الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر من جهة ثانية اصيب 16 شخص في مواكب السبعة 6 من شهر 8 جارب الخرطوم وقالت لجنة اطباء السودان المركزية في تقرير طبي ان من بين الحالات حالتي اصابة برصاص مطاطي احداهما في البطن واخرى بالقرب من العين واصابة في العين نتيجة الرشق بالحجارة بينما تراوحت بقية الاصابات نتيجة التصويم المباشر لعبوات الغاز المسيل للدماء والرشق بالحجارة فير التنسيقيات لجام مقاومة وتمدني بولاة الجزيرة موكبا حاشدا طالبت فيه بالحكم المدني الكامل واسقاط الانقلاب وقال مجاهد الرفيع من لجام مقاومة وتمدني لراديو دبنقا ان المواكب التي جاءت تحت مسمى مواكب المصابين تحركت من صيدلية الخير وجابت الشوارع الرئيسية بالمدينة قبل الوصول الى وجهتها النهائية بالنادي وسط المدينة حيث شهدت مخاطبات جماهيرية تناول فيها المتحدثون قضايا الراهن السياسي وشهدت الشوارع الرئيسية امتشار كسيف للأجهزة الأمنية دون حدوث احتكاكات بينها والصوار دخل اعتصام مواطن منطقة العبادية بولاة نهر النيل المطالب بالتنمية ومعالجة أثار التعدين أسبوعه الثاني وقال مأمون عضو تجمع الأجسام المطلبية نهر النيل وعضو لجنة الاعتصام ان المدير التنفيذي التزم خلال لقائه المعتصمين يوم الأحد بتنفيذ بعض الخدمات وأحال أخرى إلى حكومة الولاية ومنها تشهيد الطريق الدائري الرابط بين بربر والعبادية صيانة كافة المراكز الصحية والمدارس والملائب بالمنطقة بينما أحال مشاريع مياه الشرب وترفيع مستشفى القمراب إلى سلطات الولاية وأشار إلى مواصلة اعتصامهم حتى تحقيق كافة المطالب خاصة الأمنية مشير إلى وجود بعض الجرائم الدخيلة التي لا تستطيع الأجهزة المحلية التعامل معها مثل تفشي المخدرات والتهريب الزهر تفاد الأطراف دولتي السودان وتشاد الاتهامات حول الأحداث التي وقعت الأول من شهر 8 جاري والتي أدت إلى مقتل 27 شخص وجرح حوالي 40 آخرين وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أثناء أداء واجب العزاء لأزر الضحايا في الأحداث يوم الأحد أنهم وجدوا تعاون من الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وأنه اتغذ قرارات شجاءة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة وأشار إلى أن القوات السودانية التشادي المشتركة في اجتماع في منطقة بيرك وأنه في انتظار القبض على الجناع ويرجع الإبل المسروقة ويتهم حمدتي جيهات في البلدين تحاول إسارة الفتن بين البلدين وأبدأ انزعاجه من تصريحات الناطق باسم القوات المشتركة التشادية ووصف التصريحات بغير المرضية وأنهم استمعوا لطرف واحد دون الرجوع لكافة الأطراف منبها إلى وجود قوانين وبرتوكولات والقوات المشتركة وأكد حمدتي أن الجانب السوداني في الصراء قام بفتح البلاء وأخطر القوات المشتركة بالحادث كما أشار إلى أن الأجهزة التشادية نفت وجود أي بلاقات مفتوحة لدى جهات الاقتصاص بوقوع أحداث وأضاف محمد حمدان وقالوا نعب رئيس مجلس السيادة أثناء أداء واجب العزاء لأسر أحداث أبو سليبة في هذا الخصوص وحول القضايا المتعلقة بالحدود في السودان أقر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بإهمال الدولة في ضبط الحدود مع كافة دول الجوار وليست مع دولة تشادية لوحدها وقال حمدتي في تصريحات أن الجانب السوداني ترك حدوده مفتوحة مع كافة دول الجوار وليست مع دولة تشادية لوحدها وأشار إلى الاجتماعات الخاصة بالقوات المشتركة السودانية التشادية في الخرطوم مطلع شهر تمانية جارح حيث اتفق فيها الطرفين على ضبط الحدود وشدت حمدتي على ضرورة ضبط الحركة على الحدود والتعامل بالمثل في كافة الإجراءات على المعابر الدولية بين الدول الجوار وأضاف في هذا الخصوص تكسير مننا أننا حدودنا مفتوحة على كل شرقه وغربه وشماله وجنوبه وشماله من الليل وصاعدا أننا جماعة قلنا ضبط الحدود عملنا اجتماع مشترك مع الأمن والدفاع طلبنا الاتماد عن إحنا وكانت القوات المشتركة السودانية التشادية كشفت عن مقتل 27 شخص وإصابة 36 آخرين في أحداث أبو سليبة بولاية غرب دارفور بين مكونات تابعة لدولة التشادي وأخرى تابعة لجانب السوداني في مطلع شحر تمانية جاري وقال المكتب الصحفي للقوات المشتركة التشادية أن الأحداث بدأت بسرقة عدد من الإبل من داخل الأراضي التشادية بواسطة متفلتين من دولة السودان على حسب المعلومات الميدانية التي وردت إليهم وأوضح أن اشتباكات وقعت بين مجموعتين إحداها سودانية وأخرى تشادية على خلفية نهب الإبل نجم عنها مقتل 18 شخص من الجانب السوداني وجرح 14 آخرين بينما قتل من الجانب التشادي تزعى أشخاص وجرح 22 آخرين أكد الفريق أول رقون أبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي موقف السودان السابت والقاطئ في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشط الإجرامية وقال البرهان لدى مخاطبته بفندق كورنيسيا بالخرطوم يوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب قال أن إنعكاد هذه الورشة يجيء متزامنا مع استشراف السودان لمرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطن شامل تشارك فيه كافة فئات الشعب السوداني للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيحة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني وأشار إلى أن السودان يواجه ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب ويبزي الجهودا كبيرة في مكافحة هذه الظواهر عبر الوسائل المختلفة ومنها الأجهزة الأمنية وإصدار عدد من التشريعات والقوانين والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية والسنائية مبينا أن السودان أنشأ العديد من الآليات لضبط الحدوث مع دول الجوار للأمسويا ضمن المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف اعتقلت الأجهزة الأمنية المحامية عزيفة عمر من داخل قاعد المحكمة بمدينة كسلة يوم الأحد وقال محامو الطوارع في بيان أن الخطوة تمثل انتهاك واضح وصرح لقانون المحامة الذي ينص بعدم القبض على أي محامي دون الرجوع إلى النقابة لرفع حصانته أولاً ومن ثم القبض عليه وأشار البيان إلى ظاهرة التعدي على المحامين والقضاء وأنها تكررت من قبل الشرطة والقوات الأمنية بصورة واضحة وأكد البيان على أدم السماح والصمت على هذه الانتهاكات ضد المحامين والقيام بمتابعة جميع الإجراءات لإطلاق صراحة المحامي عزيفة عمر وناشد البيان جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تسليط الضوء على الاعتقال وتسجيل جميع الانتهاكات التي تمت في حق الشعب السوداني اعتقلت الأجهزة الأمنية عدد سبع سوار في موكب يوم الأحد بمدينة بحري بالقسم الأوسط بينهم سلاسة أطفال قصر تم تحويلهم لقسم الأسرة والطفل ببحري ووصف محامو الطوارئ الخطوة بالانتهاك الواضح لحرية التعبير السلمي التي كفى لها القانون السوداني والقوانين الدولية وكان محامو الطوارئ في بيان يوم الأثنين أنهم باشروا الإجراءات القانونية اللازمة وتم تصديق الضمان لهم وتم إطلاق صراحة أربعة سوار بالضمانة العادية والضمانة للأطفال الخصر حيث تم التواصل مع أسرهم لاستلامهم أدام محامو الطوارئ العنف المفرط الذي واجهت به القوات الإنجلابية السوار العزل بأم درمان في صينية الأزهري موكب يوم الأحد سبع أخصص وقال محامو الطوارئ في بيان أن الأجهزة الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدماء والغنابلة المتطية والحجارة مما نتج أنه إصابات بالقة الخطورة للعديد من السوار تم إسعافهم إلى المستشفى من أجل العلاج اللازم من جهة ثانية اتهم محامو الطوارئ السلطات بتلفيق تهم ضد الناشطين المعتقلين مصعب سانجو ومايكل وعواطف وقال محامو الطوارئ في بيان أن شرطة التحقيقات قامت وعلى حين غفلة وبدون إختار زوي المعتقلين والمحامين بإحضار كل من مصعب سانجو ومايكل وعواطف إلى محكمة بحري على الرغم من عدم وجود أي بلاغات أو تهم موجهة ضدهم وأوضح البيان أن هؤلاء الشباب تم اعتقالهم من داخل منازلهم ودون أدنى مراعاة لحرمتها ووصف محامو الطوارئ هذا التصرف بالمشين وهو منعرك تاريخي في حق النياب العامة المنوط بها الإشراف على حراسات الشرطة والتحري والتوصية بتحريك البلاغات وليست أي جهة سواها محما كانت انطلقت يوم أمس بدار المحامين بالخرطوم ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي بعناية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانين بهدف وضع المبادئ والأطر الدستورية لحكم الفترة الانتقالية القادمة وقال الأستاذ المحامي الطيب العباسي الأمين العام لللجنة التسييرية لنقابة المحامين لراديو دبنقا أن الورشة تأتي بدواعي ما تشهده البلاد من خلل وفرق دستوري وغياب أجهزة العدالة ومؤسساتها بفعل انقلاب 25 أكتوبر الذي أوقف مسيرة الانتقال في البلاد وفي ظل التحرك المتقد الذي يشهده الشارع السوداني من صوار ولجان المقاومة والقوى المدنية والسياسية في مواجهة الانقلاب وتباعد الرؤى بين القوى السياسية حول الأطر الدستورية للفترة الانتقالية مشير إلى أن الورشة ستمتت حتى يوم الأربعاء وأن الدعوة قدمت لكل القوى السياسية المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر والمناديم بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وستكون بحضور فقحاء العلوم الدستورية بالبلاد للخروج بالأطر الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية القادمة الورشة تتعلق بوضع البادئ والأطر الدستورية لحكم الفترة الانتقالية القادمة ومن المنطلق هذا نفتكر أنه الآن الوضع في السودان فيه خلل كبير جدا من نواحي دستورية وهناك فراغ دستوري وهناك أجهزة عدلية ومؤسسات عدلية يفترض أنها تغام خلال ثلاثة سنين لم تكتمل هذه المؤسسات وظل الشارع السوداني متقد برجان المقاومة والصوار والقوى المدنية والسياسية في مواجهة الانقلاب أصدر الفريق أحمد العمدة بعده حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين قرار قضى برفع ساعات حزر التجول لمدينتي الدمازين والروسيرس لتكون من الساعة 11.30 إلى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي الخبر الأخير في النشرة تقلص التمويل الزراعي بولاية القداري في شرق السودان إلى النصف خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي وقال عبدالله جمال الدين تكروني مدير بنك السودان فرع القداري في تصريحات لسنة أن التمويل الزراعي بجمع السياق حتى بداية شهر 8 من هذا العام بلق 7.121 مليار مقارنة بـ 15 مليار من العام السابق في نفس الفترة بنسبة انخفاض بلق 52% وقال تكروني خلال تدشين التمويل للموسم الزراعي بالقداري أن إجمالي التمويل في ذات الفترة من العام الماضي كان بنسبة 75% انخفض هذا العام إلى نسبة 26% في نفس الفترة مستمعي راديا وطبنق الأعزاء في هذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشراتنا لهذا اليوم أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايل موسيقى